السلام عليكم كدير اللبس عليكم اتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وهذا الفيديو لقاكم في احسن حال اليوم سنشارك معكم كيكة سنيكر كيكة اللي كتجي زوينة بمزيج مدين طبقة الكيك اللي هي زوينة وسهلة تحضير واحد الكريمة اللي كتعطينا مضاق ديال سنيكر ومن توشريكم هنا في القاعدة هنا كس مع مرش الزيت كس مع مرش السكر كس الحليب والعبارة بكس العنبة عندي سان ونص ثلاثة خمارات ثلاثة البيضات واحد العصرة الحامض ونرى الطريقة هنا في نضيف البيض نعصر نصف ليمونة حامضة او حامضة هي بدعة قطارات وصفة نضيف سكر ثلاثة وستمر في التطريب ثلاثة الزيت نضيف الحليب ثم نضيف الكاكاو والخمارات مع الدقيق هنا ساشد الفانير يمكنكم تضيفها من الول مع البيض مهم اضفتها حتى الاخر دقيق نضيف ونضيف بعض كاكاو نضيف ونضيف كاكاو ونغرب بطبيعة الحال ونضيف في المرحلة نحاول لا تضيف نضيف كاكاو كاكاو نضيف من المرحلة من المرحلة من المرحلة من المرحلة من المرحلة من المرحلة المرحلة من المرحلة مرحلة لنضيف كريمة لوحل من المرحلة من المرحلة من المرحلة من بعد سنضيف كاس الماء يكون سخون وفي هذه المرحلة أردت بالكم حيث يكون الحرارة عالية بزاف يعني إلا تكونوا دائرين شي غان ليدكم أو دائرين بافيت على حسب وجهكم باش ذاك البخار ما يحرقكم سفيوا كتستمروا في التحرك حتى يدوب وما يبقاش عندنا ذاك شي محجر وما تخافوش إلا التحجر معاكم را ما يبقاش هكرا غادي يدوب را هالفيديو كي وضح كل شي سفي هنا بعد ما دابلي سنأخذ هنا تقريبا معا هنا خديت معلقة كبيرة ديال الميزينة أو النشا تكون عامرة وخلطتها مع كاس مع مرش ديال الحليب سفي خلطتها وخلطتها حتى تنساجم مع هاداك الكاس لي معا مرش ديال الحليب وغادي نضيفها يعني المجموعة ديال الحليب اللي غادي نضيف غادي نضيف كاس عامر زائد هاداك الكاس لي معا مرش ديال وغادي نضيف مقدار واحد جوج معالق حتى الثلاثة يكون كبار ديال الزبدة الزبدة تكون نوعية جيدة باش كتعطي ما داق زوين وكتعطينا واحد يعني كتعطي الكريمة واحد اللماء عن زوين سفي في هاد المرحلة ثاني غادي نضيف جوش كيسان ديال الفول السوداني او الكاوكا وبعد ما بعد ما قشرتو وحمرتو وانطفي من خليش بزاف باش ميرطابش ليه باش يحافظ على القرماجة دياله سفي صبيتو مباشرة فوق من الكيك وخليتو وهنا شكلت واحد الخطوط يعني هادو اختيارين خطوط بشوكولاتة بعد ما دوبتها وكتتقدم صحة والرحاصة راحاك المدق ديالها رائع وكيف ماشفتو ما كتطلبش زع ماشي مقادير لي كتيره ولعدها مقادير متوفرت في كل بيت المهم إلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك وإلا كنتو جداد ما تنسوش شاركو في القناة ديالي وشكرا للمتابعة وإلى فيديو قادم إن شاء الله دم دم في رعاية الله